أنا لما بغلط بسكت في خطايا مش قادر أستحملها جواي فصيح بقف أقول لربنا سمحني يا رب أن أنا غلطت في كذا دلوقتي لكن مش مرتاح فعايز أجري على أبونا فورا طبعا دي مش متاحة في كل وقت فبيسأل هل لما أنا بقول لربنا سمحني يسامحني في ساعتها ولا الموضوع يرهل لحين ذهابي لأبونا لأنه بيفضل ضميري مسكل طول الفترة مش قادر أتناول ومش قادر أصلي زي الأول لأن حاسسنا نتعبان هي الكنيسة حطت حاجات جميلة يمكن البعض ما بخليش باله لها في حل بناخده مع القعدة مع أب الأطراف ونذكر الحاجات الحلوة بناخدها والحاجات البردو الوحشة اللي بنغلط فيها وده حل شخصي وفيه التحليل اللي بناخده في أثناء الأداس وبيبقى حل عام ربنا مش عنيف زينا ولا متلزق لنا على الغلط يعني ممكن وأنا بحضر يعني أتذكر مرة كنت في العماد فبس أل يعني إيه رأيك حد عن المعمودية قال لي أنا في المعمودية بابا فرحان حتى وكنت المعمودية دي بش لولادي لكن لصحابي عندهم جابوا بيبي وبيتعمل بقولوا ليه تبقى فرحان قال لأني وأنا واقفة شوف الكاهن وهو من الأب والأم بيعترفوا نيابة عن الطفل الصغير باعتبر ده تجديد للعهد اللي أنا عملته والدتي أو عمله بابايا وأنا عائل صغير فشعر أنه الطفل هو بيتعمد حتى لو كان مش قريب ليه لكن دي فرصة أنه أنا أجدد عهدي مع ربنا الناس أحيانا كل اللي همهم لي زغرته يجيبوا هدية للطفل كله حلو ما بقولش لا لكن الجد جد كده أنه وأنا واقف عشان أحضر بشغول أحضر أشترك في معمودية أي طفل أو كبير أو صغير أنه أنا أعماقي محتاجة أنها تجدد العهد مع ربنا دي يعني ما بنتكلمش عنها كتير للأسف كل حاجة في حياتي أي إنسان يعني أي يعني قدي مسأل بسيط كنت زم أنا أقوله كتير اللي هو لما باجي أعمل إكليل أنا بنسى لأن اللي هي زمن طويل ما بحضرش أكلينه للظروف الصحية الله الذي كان لنا قديسيه بأكليل إلى آخر في المقافل في الكليل طيب أنا مالي قالوا أنا بشوف العريس والعروسة بشوف المسيح وأنا جنبه وأنا عضه في الكنيسة العروس وهو الرأس بتاع الكنيسة فالعريس مع العروس على مستوى رب المجد يسوع والكنيسة فده بيخلي الموجودين في الإكليل بده ما يقعدوا يزغريتوا وشوية حاجات كده أحيانا بتفقد سلام الكنيسة أو الهدوء بتاع الكنيسة لا أنا جاي عشان أبص كده لنفسي لما حتقابل يا ترى مع المسيح على السحاب وياخدني ويطلع بي إلى الفردوس خاصة في اليوم الأخير لما أدخل في المتع بما نسميه الجنة العامة لما تبقى الحاجات دي قدامي فبتخليني أبقى سعيد وتبقى معاصرة وتبقى تمس كياني أنا لما بتمس كياني بتمس كيان كل الموجودين